أهلا بكم إلى برنامج ملفات والبداية من العراق حيث قال رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال رأي أوديرنو إن الضربات الجوية وحدها لن تكون كافية للقضاء على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وأشار أوديرنو إلى أن العراق سيحتاج إلى تدريب لإعادة بناء قوات برية لتكون قادرة على ملاحقة مقاتلي التنظيم يأتي هذا فيما قالت مصادر أمنية عراقية إن القوات الأمنية بدأت عملية عسكرية مكثفة ضد مقاتلي داعش في ثلاث مدن بوسط العراق لاستعادة السيطرة على أراضي استولى عليها التنظيم من جهة أخرى أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن بلاده لن تخوض حربا برية أخرى في العراق أما وزير خارجيته جون كيري فقال إن لدى واشنطن استراتيجية واضحة لهزيمة داعش في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة مساعيها لتشكيل التحالف الدولي لمحاربة داعش يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إرسال رسائل طمأنة للداخل الأمريكي أوباما وفي كلمة له أمام جنود أمريكيين في مقر القيادة الأمريكية الوسطى في فولوريدا أكد أن واشنطن لن تخوض حربا برية أخرى في العراق مؤكدا أن الضرابات الجوية ستكون المساهمة الأمريكية الرئيسية في الحرب على داعش أكثر من أربعين دولة عرضت حتى الآن المساعدة لحملة واسعة ضد داعش وبعض الدول تساعدنا في الضرابات الجوية كفرنسا وبريطانيا كما أن بعض الدول ستساعدنا في دعم قوات مكافحة هؤلاء الإرهابيين على الأرض تطمينة أوباما لجنوده لم تختلف أيضا عن تصرحة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في شهادة له أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكية حيث أكد أن التحالف الدولية لمحاربة داعش ليس على غرار حرب العراق لا شك على الإطلاق أنه ستكون لدينا القدرات والموارد لتحقيق النجاح عسكريا هذه ليست حرب الخليج في عام 1991 وهي ليست حرب العراق في عام 2003 لن يتم إرسال قوات برية أمريكية إلى القتال في هذا الصرع وتأتي هذه الرسائل الأمريكية بعد يوم من ترك رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتين ديمسي الباب مفتوحة بعض الشيء أمام احتمال إرسال بعض القوات البرية في شهادة أمام الكونغرس أقلقت بعض الديمقراطيين من جهة أخرى وفق مجلس النواب الأمريكي على خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتسليح وتدريب المعارضة السورية المعتدلة لمحاربة تنظيم داعش ورفض القرار 156 نائبا فيما أيد 273 نائبا هذا الإجراء على الرغم من موافقة مجلس النواب الأمريكي على خطة الرئيس باراك أوباما لتسليح المعارضة السورية وتدريبها إلا أن حجم التأييد داخل المجلس يكشف عن انقسامات ومعارضة لهذه الخطة سواء في صفوف الحزب الديمقراطي أو الجمهوري لا أؤيد ولن أؤيد نشر قوات أمريكية برية على الأرض فليس هذا مضمون القرار واعتقد أن من عمل على تعديل القرار اتخذ العديد من الاحتياطات ووضع معايير ومقيس يجب على الإدارة الأمريكية الالتزام بها لإتمام التدريب الخطة تفرض على الإدارة الأمريكية أن ترفع للكونجرس كل تسعين يوما تقريرا حول التنفيذ وعدد المقاتلين الذين تم تدريبهم مع تحديد المجموعات السورية التي استفادت من المساعدة وكيفية استخدام الأسلحة والعتاد الذي تم تقديمه أريد أن أبدأ بالقول شكرا لأعضاء مجلس النواب الجمهوري والديمقراطي الذين مرروا عنصرا مهما في استراتيجيتنا للتعامل مع هذه المنظمة الإرهابية الرهيبة المعروفة باسم داعش عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي الأمريكي فإن أمريكا متحدة ويعتبر كثيرون أن أوباما لا يملك خطة بديلة في حال لم يتمكن مقاتل المعارضة السورية من التغلب على داعش ميدانيا كما يبدي هؤلاء قلقهم أيضا من إمكان أن يستغرق تدريب المعارضين أعواما عدة ولا تتضمن الخطة تفاصيل بشأن عملية التدريب ولا عن الخمسمائة مليون دولار التي يقول البيت الأبيض إنه يحتاجها لتسليح المقاتلين المعارضين المعتدلين وتدريبهم ولمتابعة هذا الموضوع أرحب بضيفي من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي سيد صبحي غندور كما أرحب من اسطنبول أيضا بسيد مطيع البطين عضو المجلس الوطني السوري المعارض أهلا بكم ضيفين على برنامج ملفات أبدأ معك بداية سيد صبحي يعني رغم موافقة الكونغرس الأمريكي على خطة الرئيس الأمريكي لتسليح وتدريب المعارضة السورية لكن هل السجال بين أعضاء الكونغرس ربما يعبر عن مخاوف داخل الكونغرس من عدم ثقة بأن خطة أوباما ربما ستكون واضحة وحاسمة في التحالف الدولي الذي يقوده نعم هذا صحيح يعني ما سمعناه في أولا جلسة مجلس النواب لإقرار هذا المشروع ثم أيضا في جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس مع الوزير جون كيري كلها في رأيي توحي بأن هناك انقساما حادا يعني في داخل مؤسستي الكونغرس بين اتجاهين بين رأيين الأول وهو محافظ جمهوري إلى حد كبير معروفة أسماء منه جون كيري جون مكين وغيره يريدون أكثر مما يحصل الآن يريدون من رئيس أوباما أن لا يقول أنه ليس هنا قوات عسكرية برية ستقاتل يريدون تركوا أمور كلها مفتوحة والخيارات كلها مفتوحة وهم كانوا في السنتين الماضيتين يطالبون إدارة أوباما بأعمال أكثر فاعلية في سوريا كانوا مع الضربات العسكرية التي كانت يتم الحديث عنها في العام الماضي هذا الاتجاه عبر أيضا عن تشككي في هذه الخطات تجاه الآخر وأيضا في وسط الحزب الديمقراطي موجود هم الذين لم يصوتوا إلى صالح الآن المشروع الذي يدعم المعارضة السورية تخوفون من هذه المساعدة للمعارضة أو لبعض أطراف المعارضة لأنهم يعتبرون أنها ستذهب إلى داعش ستذهب إلى من هم بحالة تطرف ويؤكدون أن ذلك ما حدث في السنوات الماضية بأن مساعدات قدمت لأعداد كبيرة من هؤلاء وأنها ذهبت بشكل أو بآخر إلى قوة أخرى الآن هي في موضع التصنيف بالولايات المتحدة أن قوة أرهابية الآن الموقف الذي عليه إدارة أوباما أنا برأيها تعبر عن غالبية الشعب الأمريكي يعني الرأي العام الأمريكي يريد الآن تحركا ضد داعش يريد أيضا نوع من الانتقام لما حدث مع الصحفين الأمريكيين والمخاوف من أن يحدث عمال إرهابية لكن لا يريدون تورط عسكري أمريكي في سوريا وفي العراق وأعتقد هذا هو الموقف الذي إدارة أوباما تعتمد عليه الآن أن تستند إلى غالبية شعبية معها وأن الكونغرس في النتيجة سيصوت إلى صالح ما يتطالب به نعم أنتقل للسيد مطيع لبطين يعني سيد مطيع عندما يتم الحديث عن تدريب المعارضة السورية هل من السهولة تحديد من هي هذه المعارضة الآن يعني هذه الطريقة بالتعامل من الإدارة الأمريكية مع المعارضة السورية هي طريقة تثير الريبة في نفوس كل السوريين عندما يعني الآن تبقى هناك كتائب كثيرة جدا هي خارج التصنيف بأنها معتدلة معنى ذلك أن هذه الكتائب التي صنفت معتدلة ستكون بمجابها بشكل أو بآخر ما بقية هذه الكتائب ليس كل من على الأرض هي ما صنفته أمريكا كتائب معتدلة أو تنظيم داعش هناك كتائب كثيرة وألوية كثيرة موجودة من شمال سوريا إلى جنوب سوريا هذه الطريقة معلوم أن الإدارة الأمريكية أو الغرف الموجودة في جنوب في جنوب سوريا أو شمال سوريا في تركيا أو في الأردن الموك أو الموم هناك طريقة للتعاول مع هذه الكتائب حتى منذ فترة لم يعد تعود الطريقة أن يعني تعطى الأسلحة لهذه الغرفة وترك الكتائب تعمل ما تشاء بل أصبحت الإدارة الأمريكية تلتقي مع قادة أو قائد كتيبة معينة أو من يمثل هذا التوجه أو الكتيبة أو اللواء ثم يراقبون ذلك بالأقمار الصناعية هل أدى المهمة كما يطلب منه وبعد ذلك يزودونه بالدفع الثاني هذه الطريقة في التعامل لا تدل على أن الإدارة الأمريكية تريد للشعب السوري أن يحقق انتصار في ثورته هي تريد استمرار سياسة القتل بهذه الطريقة وأيضا هذا الكلام عن المعارضة المعتدلة أو عن تسليحها لا يتضمن أبدا الكلام عن بشار الأسد أو عن نظام الأسد أو عن وجود مضادات للطائرات أو عن إيقاف سلاح الجو عند النظام السوري فكل هذه الأشياء وهذا التصنيف هو تصنيف لا يسير في مصلحة الشعب السوري أمريكا يبدو مرتاحة في الذي يجري على أرض سوريا من استمرار القتال لكن الشعب السوري طبعا غير مرتاح عندما تقول أمريكا أنها صديقة للشعب السوري فينبغي أن تنظر في مصلحة الشعب السوري نعم ابقى هنا سيد أن يكون عمل نعم أعذرني على المقاطعة لنأخذ رأي السيد صبحي غندور في هذه النقطة تحديدا وهي نقطة هامة جدا يعني هل نحن سيد صبحي أمام ربما سنكون في المرحلة المقبلة سيناريو مخيف جدا على الأرض السورية في ظل أصلا الوضع المخيف الموجود حاليا بتحديد من هي هذه المعارضة من هي هذه الجماعات التي سيتم تسليحها فعليا ومن ستحارب أيضا إلى جانب داعش يعني المخاوف أن تتحول لمحاربة بعضها البعض كما أتى على ذلك السيد مطيع الموجود لسنوات سلاس هو أشبه بحب من طرف واحد بعض قوى المعارضة السورية تريد من الولايات المتحدة والناتو أن يفعل في سوريا ما فعله في ليبيا الناتو هذا أمر قوى معارضة وطنية سورية أخرى ترفضه وتعتبره مزيدا من الدم والدمار في سوريا دون نتيجة لأنه في النتيجة ما حدث في ليبيا وفي العراق قبل ذلك عام 2003 لم يؤدي إلى ما هو أحسن من ما كان في السابق فأعتقد هناك من يراهن في بعض الأطراف المعارضة السورية على أن المطلوب من تماما كما كنت أشير لكلام جون مكين يعني يريدون أكثر ولكن في النتيجة ليس لصالح سوريا يريدون أكثر في تقدير مسائل لها ارتباط للأطراف أقليمية ودولية واقع الحال أن الجنرال دانسي قال في شهادته وكانت ذلك نقطة جدا مهمة قال أنه لا يرى أن هناك الآن في المنطقة من يتبنى فكر داعش من الحكومات الموجودة ولكن قال أن حليفا مهما للولايات المتحدة يدعم داعش ماليا هذا أمر خطير لأنه إذا واقع الحال بهذا الشكل يعني هذا يفسر أمور كثيرة تحدث في سوريا وفي العراق حينما تكون جبعة النصرة صنفت من قبل الولايات المتحدة في نوفمبر 2012 من حوالي سنتين بأن منظمة إرهابية وبقيت بعض قوى المعارضة السورية التي تصنف نفسها معتدلة تدافع عن النصرة وتقول أن هذه ليست إرهاب ورفضت تصنيف الأمريكي واقع الحال أننا وجدنا أن النصرة تصنف الآن إرهابية بعد هذه الفترة هناك الآن في واقع الحال في سوريا أن الجيش السوري الحر لم يعد له وجودا فاعلا أن ما قاله أهل الرهينة ستيبن سلوتلف بأنه كان مواتقلا أو محتجزا لدى الجيش السوري وقد جرى بيعه بخمسين ألف دولار إلى داعش هذا واقع حال موجود في سوريا على أي أساس يراهنون من يراهن على التدخل العسكري الأمريكي أو أنه مطلوب أكثر أنا أستغرف هذا التشكيك في الموقف الأمريكي ثم المطالبة بأكثر إذا كانت ليست منها ثقة في الولايات المتحدة فالمراهنة لا يجب أن تكون إلا الآن على عودة سوريا إلى استقرار سياسي وأمني داخلي هذا ما تحتاجه سوريا الآن في ظل غياب هذا الحل أيضا سيد صبحي ننتقل لسيد مطيع سيد مطيع أيضا في إطار استراتيجية أوباما إلى جانب الجدل الذي تحدثنا عنه في تحديد المعارضة المعتدلة المناطق التي سيتم تحريرها فعليا من سيطر الداعش إذا صح التعبير هل يبدو واضحا أيضا في إطار هذه الاستراتيجية لمن ستسلم هذه المناطق هل ستسلم لهذه المعارضة المعتدلة التي يتم الحديث عنها أولا يعني تعامل الولايات المتحدة مع سوريا ليس المطلوب أن تقدم أكثر هو كان أسوأ بكثير من التعامل الذي تم في ليبيا ودعي على ذلك أن القتل الذي تم في سوريا على يد النظام هو أضعاف مضاعفة مما تم في ليبيا والسيناريو أو السنوات للاقتتال ما تزال مستمرة المسألة الأخرى عندما يكون هناك دعم يأتي بالطريق الصحيح عندئذ نستطيع أن نتكلم من الذي يستطيع أن يستلم مناطق المحررة على الأرض الكتائب التي موجودة على الأرض أو الجبهات ليست هي فقط داعش أو جبهة النصرة هناك قائمة طول وهي طويلة جدا نعم هنا المخاوف سيد مطي فعليا أن تدخل سوريا في فوضى الجماعات المسلحة التي سيكون من الصعب خلال المرحلة المقبلة أو اللاحقة بعد تحرير هذه المناطق من التخلص منها يعني على سيناريو ليبيا مثلا هو أيضا هذا الأمر في التساؤل يلقى على عاتق هذه القوى أو الدول التي قالت أنها صديقة للشعب السوري وهي التي سمحت بهذا المجال وكانت تدعم كل جهة على حدة كل دولة كانت تدعم كل فصيل على حدة ليكون هذا دراع لهذه الدولة أو تابع لهذه الدولة فهناك سياسة دولية الكل يقرأها ساهمت بتشتيت الجبهات على أرض سوريا هناك خلاف يعني معروف كيف في الجنوب يتم الأمر وفي الشمال هناك دول تمول بشكل مباشر هذا الفصيل أو هذا الفصيل هذا التعامل بهذه الطريقة الذي لم يأتي من بوابة واحدة مدامة هذه الدول الأصل للمنطق التعامل الدولي يقول أنها مدامة اعترفت بجسم سياسي يمثل التورة السورية وحكومة انبثقت عن هذا الجسم كان الأصل أن يصب هذا الدعم من هذه البوابة لكن هذه الدول تعاملت بطريقة لا تضمن سياسة سوريا ولا تضمن استقرار سوريا ولا تعطي ثقة بأن هذه الدول جاءت بطريق صحيح عندما يتم التعامل بهذه الطريقة لا شك أن الواقع على الأرض سيتير كثير من المخاوف هذا الذي نقوله الآن هذه الطريقة من الدعم التي لا تمكن من الحسم لا لأي فصيل هي التي تؤذم باقتتال يأتي على الأخضر واليابس هي التي تشير إلى أن السياسة الأمريكية أو غيرها تمهد لأن تكون أرض سوريا محرقة بالتالي هذا حرف للثورة السورية عن مسارها وعدم تعامل مع المعارضة أو من يمثل الشعب السوري بالشكل الصحيح ما طلب به مرات ومرات عديدة أن يكون هذا الدعم يأتي من بواب واحدة أن يكون هذا الدعم دعم حقيقي يمكن من إيقاف استخدام آلة التدمير الجوية التي يستخدمها النظام وهذا بعد أربع سنوات حتى الآن لم يتم لو كانت أين هو نظام الأسد في هذه الممألة إذا كان الاقتتال سيتم بين هذه الفصائل المعتدلة وبين غيرها وسيترك المجال لنظام بشار الأسد يبقى يضرب بالبرامير ويستخدم طائرات الجو أين هو موقع هذا الدعم في هذا الجانب أم أن الشعب السوري سيبقى يتلقى الضربات من من يسمي نفسه صديق ومن نظام يقوم للشعب السوري نعم أعود لك سيد صبحي هل يمكن لهذه الحرب المتوقعة خلال المرحلة المقبلة على سوريا تحديدا أن تبدأ دون أن يكون فعليا هناك تنسيق مع النظام السوري ومع إيران رغم النفي الأمريكي بذلك هذا السؤال مهم جدا ساوسا لأنه في النتيجة ما هو أنا في تقديري يحدث الآن كأولوية لدى إدارة أوباما بمواجهة داعش واعتبار ذلك أن خطر يهدد العالم كله يقتضي الآن ربما تجميد ووقف الكثير من الصراعات الأخرى ويقتضي تسويات هذا أمر شاهدناه يحدث في العام الماضي قبل نمو داعش بهذا الشكل حينما حاولت واشنطن وموسكو ترتيب مؤتمر جينيف واحد وجينيف اتنين بشأن سوريا ولم كما قال جون كيري أمس قال أن الذي منع التقدم في مؤتمر جينيف هو الصراعات داخل هذه القوة التي هي قوة معارضة وما كان يحدث على الأرض وكانت بداية منذ قانون الثاني يناير أول مطلع هذا العام لنمو داعش هذا كلام جون كيري أمس فأعتقد واقع الحال الآن لن يسمح بحسم الأمور عسكريا في سوريا لصالح أي طرع في النتيجة المطلوب تسوية سياسية وأنهاء حمام الدم الذي يحدث في سوريا ليس فقط الحكومة السورية التي تقوم بالقتل القتل يتم بالألاف بين المقاتلين مع بعضهم البعض الذين هم في مناطق المعارضة أصبحت الآن مناطق المعارضة في جنوب بالقنيطرة تسيطر عليها الآن قوة معروفة أنها في النتيجة لها اتجاه معين وفي الشمال نجد أيضا النصرة تسيطر على الجنوب وداعش في الشمال والأكراد يذهبون الآن في ضحية لقوة داعش هذا الواقع في رأيي لن يحسمه لقوة معارضة معتدلة ولا نصف مليون مليار دولار ستدفع على واشنطن نعم وربما هذا هو فعليا المخيف في المرحلة المقبلة نعم سيد صبحي غندور شكرا جزيلا لك عذرني على المقاطعة لضيق الوقت الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن والسيد مطيع لبطين عضو المجلس الوطني السوري المعارض شكرا على هذه المشاركة إذن ملفات متواصل من الغد العربي من لندن تتابعونا فيه بعض الفاصل الأسكتلنديون يحسمون خيارهم اليوم ما بين الاستقلال أو الوحدة